أكد سفير مصر في روما ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأغذية وزرع هشام بدر أن مصر قد انتخبت كعضو في هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي بمنظمة الأغذية وزرع في روما هذا وأشار هشام بدر إلى أن هيئة مكتب اللجنة تضم 12 عضوا وتعد مسؤولة عن تسيير أعمال اللجنة خلال الفترات البينية لانعقاد دوراتها مضيفا أن السفارة في روما قامت باتصالات مكسفة خلال الفترة الماضية لتأمين حصول مصر على مقعد بهيئة المكتب خلال العامين المقبلين